اهلا بحضراتكم من جديد معايا النهاردة من تدريبات الالي النهاردة صباح اليوم كان فيه تدريب جماعي على ملعب مختار التيتشي بالجزيرة مرسل كولر يمكن قسم اللاعبين الى مجموعتين بالتبادل بين المران في الملعب والتدريب في الجيم يمكن هو طبعا عمل قياسات بدنية وعارف الظروف البدنية والارقام الخاصة بيه الحالة البدنية لكل لعب ففيه مجموعة بتشارك فيه تدريباتها في الجيم وفيه مجموعة تانية بالتأكيدة يكون عندها تدريبات فيه ارضية الملعب دمنا يمكن جزء من هذه التدريبات فيه ملعب مختار التيتشي بالجزيرة وفيه مواصلة للتدريبات خلال الفترة ليا لكن النهاردة اهم جزئية كان بيركز عليها مرسل كولر التركيز على التمريرات والتصويب على المرمى والقراط العرضية طيب النهاردة كمان الكابتن سير عبدالحفيز مدير القرى عقد اجتماع مع مرسل كولر المدير الفني عشان يبحث احتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة اللي جاية ودي امور متعلقة بقى من ناحية المباراة والدية ممكن نلعب مباراة والدية مع مين هل فريق من الدول الممتاز هل فريق من الممتاز بيه هل ممكن يكون محتاج فريق في مستوى فني اقل يعني ده امور اكيد فنية عينائشها المرسل كولر مع الكابتن سيد عبدالحفيز واي متطلبات ادارية اخرى خلال الفترة اللي جاية خاصة نارضح ننكلم يوم 15 نوفمبر يعني بقى حوالي 12 يوم على مواجهة الماولين العرب 12 يوم تدريبات بس اعتقد لازم يكون فيه مباراة والدية وده اللي بيفكر فيه مرسل كورر والكابتن سيد بيشتغل عليه عشان يختار التوقيت والمكان والفريق اللي يلعب معه النادي الاهل طيب خبر تاني متعلق برامي رابعة رامي النهاردة الحمد لله انتظم في التدريبات الجامعية في ملعب مختار التتشي بجزيرة دكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي والطبيب الفريق قال ان رامي تعافى من الاصابة اللي تعرض لها في عضلات البطن وده ابعدته عن التدريبات حوالي اسبوع عشر تيام في الفترة اللي فاتت وكان فيه راحة وبرنامج علاجي لرامي رابعة انتهى من تنفيذ هذه المراحل والتأهيل البدني والنهاردة شارك كمان فيه فقرات المران الجماعي للفريق قدامكم هاي صورة او فيجو لعدد من اللاعبين ابرزهم بالتأكيد ده قهرباء وكريم فهد قدامكم حتى التوقيت والزمن والساعة تمرين كان الساعة عشرة ونص وخمسة يدي حسين برونو سافيو وقبل ما اروح لبرونو سافيو قدامنا كمان كريم فؤاد واحمد عبدالقادر وده الجهاز الفني مرس القولر والجهاز المعاون كابتن سامي امصان عايز انلكم برونو سافيو عمل حاجة جميلة جدا برونو سافيو استغلي الاجازة وسافر على الغرداء سافر على الغرداء وشاف هناك امور يعني ما كانش مسدق ان فيه قطعة سياحية في مصر بجمال وعظمة الغرداء والبحر الاحمر وعايز اقولك يمكن الصور اللي عملها والفيديوهات والحاجات دي يمكن عمل التراضي فعلي كبير جدا على السوشيال ميديا لكل اصدقاء اللي موجودين في اوروبا وحتى في البرازيل للنفشار 11 في بلد زي مصر وفي الغرداء وتلاقي الجو دافي وتنزل المياه وتشوف المشاهد الاسرية والسياحية اللي موجودة في البحر الاحمر حاجة بالتأكيد لازم تسعد بيها وتفرح بيها وانا بشكر بصراحة برونو سافيو على الدور اللي قام به في زيارته للبحر الاحمر خلال الفترة الاخيرة حتى لما رجع وكلامه مع اللعيبة ولما سألنا اللعيبة وتكلمنا مع اللعيبة والكواليس الكلام اللي قاله مع اللعيبة برونو سافيو سعيد جدا واتمنى اي لعب اجنبي بيلعب في الدول المصري سواء في الاهل او في اي نادي في اي فترات راحة سلبية شركات السياحة تشتغل على فكرة انها تسوأ مصر وتسوأ المناطق السياحية والمناطق الاسرية عشان بتبقى اكبر دعاية لنا على السوشيال ميديا وده دور مهم جدا الرياضة وصناعة الرياضة ممكن تقوم بيه بالنسبة للكرة المصرية خلال الفترة اللي جاي